ضيفي لهذا الصباح يقول عن نفسه أنا طائر النار المسافر نحو أسرار التراب أستعيد عن النعاس باحتمالات العتاب لأعود وأعود وأعود حتى أعلق النجوم بالعيون صدقوني أنا لست نفسي كي أكون عروبتي بداوة إلكترونية عمق جذورها بامتداد أخصانها فلا عصبية ولا حنين إلى الماضي بل شغف في صناعة الهوية الجديدة هكذا أقرأ الثورة وهكذا أكونها الحب للكل والحق لمن يريد مع هذا الفيديو ثم نعود مدينة لم تكن مدينة قد تكون حرف واحد على ضم وكسرة وسكون من زمان كان بات الفن ملجأ فنينين صرنا نعزف تحت المي فزع للتلفين لن راضي أمن عمل نيل وتمسال وابتسامت الصفرة ترمز لوقف الاقتتال مؤشر استهبال لا تشويش الاستقبال مدينة عاشقة إذن من بيروت معي مغني الراب مازن السيد صباح الخير يا مازن صباح النور 11 سنة كان عمرك مازن لما بدأت تكتب الأغاني أو تكتب الشعر باللغة العربية الفصحة بعدين طوعت هذا الموضوع لحتى تبدأ أنت وفرقة صغيرة أو يمكن أصدقاء المدرسة لحتى تبدأ بالراب علمان أنا أعرف أنك أنت درست الموسيقى الشرقية وموسيقى الجاز وحتى الموسيقى الألكترونية لكنك وجدت نفسك في الراب لماذا؟ حقيقة أنا لم أدرس هذه الموسيقات أكاديميا أنا اختصاصي الأكاديمي بمجال الرياضيات والأحصاء والعلم الاقتصادية ما بيشبه بعض أمدا ما بيشبه بعض يمكن بس فيه فيه جسور معرفية مرتبطة بدقة التعبير لا أحصر إنتاجي بتسمية الراب بحد ذاته الراب هو مجال عام لتوصيف هذا النمط من التعبير اللي هو النص الموجه واللي مكتوب بشكل إيقاعي محمول بموسيقى ممكن تساهم بإيصاله للمستمع بشكل أفضل رغم أنه أنت كان في عندك ألبوم أو مجموعة أغاني ملحنة بشكل موسيقى شرقية وقدمتها بس أنا بحس أنه أنت اتجاهك إلى الراب كان الأقرب هل بتحس أن الراب رغم أنه هو مرفوض تقريبا عربيا بالنسبة لجيل معين ما كتير يمكن بيستوعب أنه هو يقدر يسمع راب ميوزيك بينما الموسيقى الشرقية هي الأقرب لأنه كوننا نحن عرب بس بشوفك أنت سلطت اهتمامك الأكبر أيضا على الراب على ماذا تراهن شوفي حقيقة بالنسبة للمسألة الجيلية يعني في كتير أشياء بيرفضها الجيل معين أو شريحة معينة من مجتمعنا وهذا الأمر منه متوقف على الإنتاج الموسيقى أو حتى الفني وأنا بشوف أنه كمان نحن واجبنا كجيل أنه ندفع باتجاه تحقيق ذاتنا بهذا المجتمع مش بس أنه نكون ضحايا أعراف نحن مش عارفين لاش نحن ضحاياها بالنسبة لمصطلح أنه نحن ميالين للموسيقى الشرقية لأنه هي بتشبهنا أو كذا أنا ما بشوف أنه اللي عم بعمله لا يصنف على أنه موسيقى شرقية أنا بالنهاية لبناني عربي مشرقي شرقي وبالتالي إنتاجي إذا كان صادق هو ينتمي إلى الإنتاج الشرقي وبالتالي هو موسيقى شرقية وهي الحالة الموسيقية حالة متغيرة كل الوقت الكامنجة مثلا اللي تعتبر أصبحت من الآلات التخت الشرقي ما بعتقد هي آلة شرقية فالأمور بتتحول والموسيقى والسقافة هي مخزون بيتراكم وبيتقاطع مع سقافات تانية وبيتطور عبر الزمن وهذا اللي عم نحاول نساهم فيه أكيد رح نسمع أنا وياك مقطع صغير من مجنون ليلى ثم نعود لنتحدث أنا وأنت ماذا؟ سألت الموت عن ليلة أجابة بليلة يصبح الموت سرابة روم في السائلين لها ظلال ونور الليل يعطيني الجوابة فمن خال العيون لها حدود وأزل طرفه سترا حجابة يباعد وجده عن حب ليلة ويمسخ حبه لوما عتابة ينام الليل في مهد الخطايا وليلة توصي مجتا سبابة هيا أرضا تراوتها البغايا ويقسم ظهرها جيل الضحايا مازل الشعر جميل جدا ولكن زميلي هون بالستوديو يوسف بيسألني طب كيف بتقدروا أنتوا تقولوا هذا الكلام بالإيقاع السريع يعني نحنا ممكن نسمع ممكن نفهم كثير الراب العربي بس صعب نحنا أنه نقديا نحنا عادة منسمع الغنية ومنرددها مع الإيقاع أو يمكن مع اللحن إلا الراب صعب علينا نحنا أنه نقدر نقوله بهذه السرعة كيف فيكن هل هناك آلية معينة لحفظ هذه الكلمات أو الموسيقى مع الكلمة هلأ شوفي هذا النمط له جو التقني الخاص بموضوع الكتابة بموضوع ما يسمى يعني هي المصطلح بالأساس المصطلح يسموه فلو أو بالعربي نحنا نستعمل مصطلح تدفق يعني هو طريقة وضع الكلمات إيقاعيا على الموسيقى هذا الشيء نحنا بنهوا يعني هذا من الأسباب الأساسية اللي بيخلينا نعمل هذا النمط من الموسيقى لأنه هذا بيجي لبلغنا متعة كبيرة بموضوع أنه المستمع مش قادر يحفظ رد مثل ما بيحفظ غنية ميجنة أو عتابة أو طقطوقة بموسيقى فيه تركيز أكبر من باقي أنواع الفنون على المص وعلى الكلمة بحد ذاتها وعلى تعدد الطبقات بالمعنى اللي عم نقدمه ولكن هذا بنفس الوقت ما بيعني أنه ممكن يكون فيه كورس أو رفران أو ردة بالغنية ممكن تكون قابل إلى الالتقاط والحفظ أسهل من باقي مقاطع الغنية وإذا بتجي يوما مع حفلاتنا بتشوفي أنه في كتير ناس حافظة الأغاني حتى أكثرها تعقيدا من ألفة إلى ياء خينا نحضر أنا وياك حضرة حرة ورح نرجع نكفي الحوار أو ننهي ماذا يعني بتحكي بالسياسة العالم بيقوله أو بيفكروا بيعتقدوا أنه الراپرز ما لازم يكون عندهم هم أنه كل القصة اللي هنا بيفهموها هي يو وهي الحركات لا أكيد فيهم كتير كبير بيختصروا الراپ بتختصروا يمكن الراپ ميوزيك بتحكي بالثورة وبتنظر بالسياسة وبتحكي بالحياة وبالحب وبالمجتمع شو هي قضيتك الكبيرة اليوم ماذا قضيتك الكبيرة هي كل الأضايا والإشكاليات اللي بتعرض لي من خلال الواقع اللي أنا مفتوح على الفيديو اللي مرأ من شوي هو فيديو لحفلك قدمناها بالقاهرة والغنية محتواها مرتبط بأحداث تونس بالثورة وما بعدها وأنا لبناني ولابس بلوزة علي شعار ناس الغيوان اللي هي فرقة موسيقى مغربية من السبعينات هيدا الإطار العام تبع انتماءاتي وحركتي الجغرافية والإنسانية والقضايا اللي بتواجه الإنسان بهالمساحة هي القضايا ذات الأولوية تبعي أنا بلحظات معين بكون متفاعل مع قضية إلى علاقة بالسياسة بلحظات تكون أقرب إلى قضية إلى علاقة بالمجتمع بالفرد بالحالة النفسية بالعاطفة مركزيتي توجهي كشخص وتجربتي كشخص أكتر من ارتباطي بسقف قضية أنا مني بهالمكان بموقع ناشط أو ملتزم بسياق قضية واحد أنا ملتزم بقضية الإنسان بشكل أساسي كل التوفيق لك مازين ولكل المسيئيين الجميلين يريد دائما في عندهم قضايا حلوة بتمسنا من الداخل وأيضا بتمس مجتمعاتنا شكرا لوجودك معنا بسكاي نيوز عربية شكرا لك